هذا يتجه الحجاج إلى المدينة الثانية المنورة المقدسة وهي المدينة التي شرفها الله بأحب الخلق إليه وإشرفهم وأسكاهم وأخشاهم لله وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم فجعلها الله مهاجره وجعلها مقره في حياته وإقامة دولته وجعلها مقره في البرزخ ومنها يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من تشق عنه الأرض أول من يبعث من أهل الأرض بعد الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من تشق عنه الأرض وقد جعل الله هذه المدينة محبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فكان يحبها أشد الحب وكان إذا خرج منها غازيا أو حاجا أو معتمرا فرجع إليها فرأى بيوتها يشتاق إليها فيحرك راحلته إليها وإذا وجد فرجة نص نص أي أسرع في سيره وعند منصرفه من تبوك في آخر سفر سافره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو يرى المدينة من بعيد قال طيبة طابت هذه آخر الغزوات قال طيبة طابت يذني عليها فقال له العباس بن عد المطلب رضي الله عنه من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتما في صلبه أنت كيف يحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدى طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة علياء تحتها النطق فنحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق وعندما هاجر إليها ورأى ما أصاب أصحابه من وبائها وكان فيها وباء معروف وحمى شديدة كانت السماء حمى يثرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وانقل حماها إلى الجحفة فنقل الله وباءها وحمها إلى الجحفة وكانت مباركة كلها منذ دعالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما اشتدت الحما على أبي بكر الصديق كان يقول عندما تشتد عليه الحما كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعليه وكان بلال يشتدت عليه الحما يذكر مكة ويشتاق إليها فيقول ألا لي تشأريها لأبيتا ليلة بواد وحوله إذخر وجليل وهل أردن يوم مياها مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل هذه مواقع بمكة فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها هو وأصحابه حبا شديدا ولذلك قال فيها إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة وقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين فكانت البركة مضاعفة في المدينة أضعاف ما في مكة ولهذا ذهب إمامنا مالك إلى أن المدينة أفضل من مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ما في مكة من البركة بإبراهيم وربط ما في المدينة من المركة به هو وهو أفضل من إبراهيم فلذلك قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم البركة في كل شيء من شأنها حتى من لأوائها وشدتها فقال والذي نفس محمد من يده لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يم القيامة وقال المدينة كالكيري تنفيخ بثها وينصع طيبها فما خرج منها أحد مغاضبا لها إلا أبدلها الله خيرا منه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وفضل أهلها ففي بيوتها بين الفضل في ديار الأنصار خير دور الأنصار داروا بني النجار ثم داروا بني عبد الأشهل وهكذا في أماكنها فقد قال ما بين بيتي وينبري روضة من رياض الجنة وينبري على ترعة من ترع الجنة وكذلك في الحديث الآخر وينبري على حوضي وكذلك أحد وهو جبل المدينة قال أحد جبل يحبنا ونحن نحبه فنحن نوقن أنه صحابي لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أحبه لا يمكن أن يحبه ولم يره فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعتبر صحابيا فأحد هو الذي بقي فوق الأرض الآن من الصحابة من نعرفهم وهو على ركن من أركان الجنة يوم القيامة وكذلك مقبرتها وهي بقيع الغرقد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم آخر الليل فيقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فكل من ذفن فيه فهو من أهله ولهذا قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم وقد حقق الله له رجاءه واستجاب له دعاءه فنال الشهادة في محرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وكذلك من فضائل هاتين المدينتين أن الإيمان يأرزه ما بينهما إلى ما بين الحرمين الشريفين وأيضا إلى المدينة إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وأيضا أن الدجال لا يدخلهما على أنقابهما يومئذ ملائكة يحملون السيوف صلتا كلما أراد أن يدخل من باب عرضوا صيفة في وجهه فيرجع وكذلك فإن المدينة هي دار الإسلام فسماها الله الإيمان الدار والإيمان الذين تبقوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وفيها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته المباركة وأقامها خلفائه الراشدون المهديون وقد دفن بالبقية عشرة آلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن به أيضا تسعون ألفا من التابعين وقد دفن بالمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرين وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعدون أبي وقاص وسعيد بن زيد سبعة من العشرة المبشرين بالجنة أقصد ستة من العشرة المبشرين بالجنة ذفنوا بالمدينة وقد ذفن علي والزبير وطلحة بالعراق وذفن أبو عبيد بن جراح بالشام فهذه المدينة المباركة الطيبة ينبغي أن تكون مهوى فئدة المؤمنين وأن تتعلق بها قلوبهم تعلقا شديدا وأن يحبوها حبا شديدا وأن يتأثروا بها وهذا ما كان حاصلا لأسلافنا الصالحين يقول أحد العلماء عندما خرج من المدينة راجعا إلى بلاده يقول بان الرسول وبانت عنك طيبته إن الأحبة والأوطان أعداء الأحبة والأوطان حين تكون سببا في خروج الإنسان من المدينة فقد حققت عداوة بالنسبة إليه وكذلك يقول أحد علمائنا هو خالي الشيخ محمد صالم رحمة الله عليه يا حبذ المدينة المنورة وحبذ قبتها المدورة وحبذ روضتها المرجبة وحبذ حجرتها المحجبة يا ربي إما أقضي من عمر الوطر ولم أخف خلفي أي خطر وأيقنة أن حمامي إن نزل يسدد بينوها الأصاغر الخلل فاجعل منيتي بذار السنة شهادة موجبة للجنة ويقول أحد علمائنا أيضا أتذري عينه فضض الجماني غراما من تذكره المغاني مغان بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني ومن تذكار منزلة بسلع إلى الجماة تعاني ما تعاني فهل عزم يصول على التواني وهل بعد التباعد من تداني وهل أغدو بكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني تبذ العيس لاحقة تنكلاها وتطوي البيض مصنفة اللباني ترى بعد الدؤوبك أخدري بيمؤود أرن على أتاني حداها شوق دار الفتح وإمام الرسل مأمن كل جاني بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحساني فما شمس الله يرتي يوم دجن تحاكي وجنتيه ولا تداني ولا بدر التمام إذا تبدى يحاكي الوجه ليلة يضحياني شوق المؤمن إلى المدينة هو من إيمانه ومن محبته لله ورسوله وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي ورارة وأنس رضي الله عنهما أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي حديث أنس والناس أجمعين وكذلك قال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك فلا بد أن يحقق المؤمن هذه المحبة وأن يكون صادقا فيها حتى يحقق إيمانه الذي يدخل به الجنة وقد عرفت كما عرف غيري من الحجاج الجزائريين حرصا على الحج والعمرة ومحبة لهما وإنفاقا فيهما وخدمة للحجاج وكرما معهم فلذلك أوصي إخواني وأخواتي من الحجاج والمعتبرين الجزائريين والجزائريات بأن يرتهزوا فرصة الحج والعمرة لتجديد الإيمان وتتبكين عقده في النفوس ولترصيخ المحبة محبة الله ورسوله فارتباط المحبة بالأماكن يزيدها ويرسقها وذكريات تهيجها دائما فتهيج ذكرى على الإنسان برؤية الأماكن الحبيبة كما قال الشاعر يا حب دا بلد يلي بلد يلي بلد الحبيب